بداية جددت روسيا اهتمامها بانشاء موانئة في الجزائر وبعض من دول إفريقيا لتنظيم سير تدفق بضائعها نحو القارة الصمراء وقال مدير إدارة التعاون الدولي للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الروسية رومان تشيكوشوف خلال مشاركته في المعرض الصناعي بأوزباكستان إن بلاده تعتزم إطلاق شرايين اقتصادية في القارة الإفريقية في الأمد القريب كما أنها تجري دراسة إنشاء موانئة بكل من الجزائر ومصر والسنغال وتنزاكيا توجد عدة مشاريع في إفريقيا ينبغي تنفيذها في المستقبل القريب إحداها إنشاء موانئة في دول إفريقية لدخول وتنظيم تدفق المنتجات الروسية تجري الآن دراسة إنشاء عدة موانئ ففي الجزء الشمالي يتم النظر في نقطتين رئيسيتين وهما الجزائر ومصر وفي الجانب الشرقي من إفريقيا يتم بحث إنشاء ميناء في تنزانيا على سبيل المثال وفي الجانب الغربي في السنغال ترجمة نانسي قنقر